بسم الله الرحمن الرحيم أيها الشعب التونسي نتكلمكم اليوم ونتكلمكم الكل في تونس وخارج تونس نتكلمكم بلغة كل التونسيين وتونسيات نتكلمكم الآن لأن الوضع يفرض تغيير تغيير عميق نعم تغيير عميق وشمل وأنا فهمتكم نعم أنا فهمتكم وفهمت الجميع البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات فهمتكم وفهمت الكل لكن الأحداث التي جارية اليوم في بلادنا ما هيش متاعنا والتخريب مش من عداد التونسي التونسي المتحذر التونسي المتسامح العنف مش متاعنا ولا هو من سلوكنا ولا بد أن يتوقف الطيار يتوقف بتكاتف الجهود الجميع أحزاب سياسية منظمات وطنية مجتمع مدني مثقفين ومواطنين اليد في اليد من أجل بلادنا اليد في اليد من أجل آمان كل أولادنا سيكون التغيير اللي أعلن عليه اليوم استجابة لمطالبكم اللي تفعلت معها وتألمت لما حدث شديد الألم حزني وألمي كبيران لأنني مضيت أكثر من خمسين سنة من عمري في خدمة تونس في مختلف المواقع من الجيش الوطني إلى المسؤوليات المختلفة وثلاثة عشرين سنة على رأس الدولة وكل يوم من حياتي كان ومازال لخدمة البلاد وقدمته التضحيات ومن حابش نعددها بكله تعرفوها ولم أقبل يوما ومن أقبلش بجسيل قطرة دم واحدة من دماء تونسيين تعلمنا لسقوط ضحايا وتضرر أشخاص وأنا نرفض أن يسقط المزيد بسبب تواصل العنف والنهب أولادنا اليوم في الدار ومش في المدرسة وهذا حرام وعيب لأن أصبحنا خايفين عليهم من عنف مجموعات سطو ونهب واعتداء على الأشخاص هذا جرام موش احتجاج وهذا حرام والمواطنين كل مواطنين لا بد أن يقفوا أمامهم وإحنا أعطينا التعليمات ونعول على تعاون الجميع حتى نفرق بين هذه العصابات والمجموعات من المحارفين الذين يستغلون الظرف وبين الاحتجاجات السلمية المشروعة التي لا نرى مانعا فيها وأسف كبير أسف كبير وكبير جدا وعمق جدا عمق جدا فكفاء عنفا كفاء عنفا وعطيت تعليمات كذلك لوزير الداخلية وكررت واليوم نأكد يزي من اللجول الكرتوش العي الكرتوش مش مقبول ما عندوش مبرر إلا لقدر الله حد يحاولي فكس لحك ويجمع ليك بالنار وغيرها ويجبرك على الدفاع عن النفس وأطلب من اللجنة المستقلة وكرر اللجنة المستقلة التي ستحقق في الأحداث والتجاوزات والوفيات المأسوف عليها تحديد بسهوليات كل الأطراب كل الأطراب بدون استثناء بكل إنصاف ونزاهة وموضوعية ونستنى من كل تونسي اللي سندنا ولا ما سندناش باش يدعم الجهود جهود التهدية والتخلي عن العنف والتخريب والإفساد فالإصلاح لازم الهدوء والأحداث اللي شفناها كانت في منطلقها احتجاز على أوضاع اجتماعية كنا عملنا جهود كبيرة لمعالجتها ولكن ما زال أمامنا مجهود كبير مجهود كبير لتدارك النقاص ولازم نعطي لنفسنا جميعا الفرصة والوقت باش تجسم كل الإجراءات الهامة التي اتخذناها وزيادة على هذا كلفت الحكومة اتصلت بالسيد وزير الأول باش نقوم بتخفيذ في أسعار المواد والمرافق الأساسية السكر الحليب الخبز إلى غير ذلك أما المطالب السياسية قلت لكم أنا فهمتكم اي نعم قلت لكم أنا فهمتكم وقررت الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائل وعدم غالق مواقع الانترنت ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها مع الحرص على احتراب أخلاقياتنا ومبادي المهنة العالمية أما بالنسبة للجنة التي أعلنت عليها منذ يومين ننظر في ضواهر الفساد والرشوة واقتال مسؤولين باش تكون هذه اللجنة مستقلة نعم باش تكون مستقلة ونحرص على نزاهتها وانصافها والمجال المفتوح من اليوم لحرة التعبير السياسي بما في ذلك التظاهر السلمي التظاهر السلمي المؤثر والمنظم التظاهر الحذاري فلا بأس حزم أو منظمة يروي التنظيم تظاهر سلمية يتفضل لكن يعلم بها وحدد وقتها ومكانها ويعطرها ويتعاون مع الأطراف المسؤولة للمحافظة على الطبيعة السلمي نحب الأكد أن العديد من الأمور لم تزري كما حبيتها بكل صراحة كما حبيتها تكون وخصوصا في مجالي الديمقراطية والحريات وغلطوني أحيانا أنا من شبش من شزرك على كامل جبراء غلطوني أحيانا بحجم الحقائق وسيحسبون نعم سيحسبون ولذا وجددوا لكم وبكل وضوح راني باش نعمل على دعم الديمقراطية على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية نعم على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية وسأعمل على صون الدستور دستور البلاد واحترامه نحب نكرر هنا وخلاف لما ادعاه البعض أني تأهدت يوم السابع من نوفمبر بأن لا رئاسة مدى الحياة لا رئاسة مدى الحياة ولذلك فأني أجدد شكري لكل من ناشدنا الترشع لسنة 2014 ولكني أرفض المساس بشرط السن للترشع لرئاسة الجمهورية أنا نريد بلوغ سنة 2014 في طار وفاق مدني فعلي وجو من الحوار الوطني ومشاركة الأطراف الوطنية في المسؤوليات تونس بلادنا الكل بلاد كل التوانسة تونس نحبوها وكل شعب يحبها ويلزم نصنوها فلتبقى إرادة شعبها بين أيديها وبين الأياد الأمينة التي سيختارها لتواصل المسيرة المسيرة التي انتلقت منذ الاستقلال والتي وصلناها منذ سنة 1987 ولهذا سنكون لجنة وطنية تترعسها شخصية وطنية مستقلة لها مصدقية لدى كل الأطراف السياسية والاشتماعية للنظر في مراجعة المجال الانتخابية ومجالة صحافة وقلو الجمعيات إلى غيرها وتقترح اللجنة التصورات المرحلية اللازمة حتى انتخابات سنة 2014 مما في ذلك مكانية فصل الانتخابات التشريعية على الانتخابات الرئيسية تونس لنا جميعا فلنحافظ عليها جميعا ومستقبلها بين أيدينا فلنؤمنها جميعا وكل واحد مننا مسؤول من موقعه عادة أمنها واستقرارها وترميم جراحيها والدخول بها في مرحلة جديدة تؤهلها أكثر لمستقبل أفضل عاشت تونس عاشت شعبها عاشت الجمهورية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته